هذا وقد أدنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير الدعية لإنشاء معبد داخل المسجد الأقصى المباركة حملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني وتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة